موسيقى مساكم بالخير يا وجوه الخير مرحبا بكم من جديد في قناة طاجين زمان اليوم مع الامثال الشعبية وهذا الامثال الشعبية نهديهم خاصة المتتبع عن تعي الوفية داكية بين هايا المثال الاول يجوز وقت الاخديدات ويجي وقت الوليدات سارعني لعبدك يكون صغير هاوي النهار كامل هو يشوف مع روحه مع الزين تاعه مع الهمته مع وقفته مع تاويله مع نظامه كي يجيو الوليدات هاو وقت يروح زهده ينسى خلاص عمره وينسى روحه الى ماكده المليحة ينحيها من فمه ويمديها الوليداته ولا القعدة البيهية يود بيها ويداته ويخطوه في الوقت تعدرك هاو نهار كامل هو لكان المرات تخدم في الزقاق هاي تجيو مسكينها من الخدمة عيانة بدي تحط الولاد تسقريهم هاي تنسى وقتها يا ربي كان مش تتشعرها اي مليحة والله اللي يعود شعره طبقي تاعي وشوية معليش لالي كان يعود شعره شوية حرش وقت المشطة ما كانش ربي انشاء الله يعيشكم لوليداتكم انشاء الله وينجحهم وانشاء الله يخليكم ربي حتن تفرحوا بهم تفرحوا بوليداتهم والان المثل الثاني اللي هو ويشبه المثل اللول هادي الفرس اللي قالته قاتك من نهار جا ولادي ما كليت علفي وافي وما شربت مية صافي هدا والله المثل كان يقوله بابا الله يرحمه كان دقيقة زوجي يقوله يقوله هنا ويعابده ديما الله يرحمك بابا والمثل الثالث يقول مبهي ها الدنيا والمثل الرابع يقول تقلب البرمع على فمها تخرج لنتال أمها صار يعني طفيلة البنت تخرج لما يمتها لكن عادت فحلة تخرج كيمها فحلة بيأكدو كاسي شوية كانين أمهات خايبات والبنات يخرجوا فحلات وكانين أمهات فحلات ويخرجوا بنياتهم خايبات تاني هادا تاني ما ينطبقش عصان بوخصو والمثل الخامس يقول اللي مو في الكوزينة ما يموت بالغبينة يعني صار يعني اللي مو في الكوزينة ينهار كاملو هي طيب وتحط ما يموتش بالشر عينها كاملو هي تسجي وتنحيها من فمها وتمدهالو حتى لما كانش تمدهالو لين تقول كياكل بني والابنتي واناك الشنع كياكل ولدها يتشبع والمثل الآخر يقول اللي ماتت أمه يوسد العتبع ويزيد يحط الحجرة في فمه صار يعني مبعد لاميما ما كانش تدر حنين ما كانش واحدة يحن عليك ويخمم عليك ويفكر فيك غير المميمة أتعال الله في مهاتكم ورب يعيش لكم المميماتكم ورب يطول في عمرهم إن شاء الله وعلى قد ما تخدموهم وطيعوهم وتردو لهم وما تردو لهم شو الخير نتاحهم واللي ماتوا نزودو لهم بالرحمة ورب يرحمهم ويسامحونا إن شاء الله في عذابهم ويجعلهم في الجنة إن شاء الله وينور لهم القبورة تاحهم إن شاء الله يجعلهم منورين وإحنا لازمنا نكونوا في المستوى باش نرحموا عليهم ونخدموا ديما الحاجة المليحة باش لو الناس يقولوا لك إن الله يرحم الكرش اللي يجابتك هادي إحنا كانت تقولوا إننا ما عليها تقولوا إننا خدموا حاجة المليحة باش ديما نبقى والعباد يرحموا عليها ومع السلامة وبقى بعدها خير ورب يحفظكم وإلى الملتقى إن شاء الله في في الأمثال إن شاء الله الأخرى ترجمة نانسي قنقر